كل شيء قابل للنقصان إلا الأسعار هذا ما يردده الناس في اليمن مع كل أزمة الاقتصادية تؤدي لزيادة الأسعار وفي ذلك جانب كبير من الصحة تدهور اقتصادي يكون أثقل ما يكون على البسطاء محدودي الدخل ويرمي بكالكله على الأكثر فقرا خصوصا من انقطعت فرص أعمالهم وباتوا في أمس الاحتياج المعيشي غلاء عم كل محافظات الجمهورية لكن اللافتة أن لا تكون محافظات تشهد نوعا من الاستقرار وتواجد بعض ملامح الدولة استثناء مأرب برغم ما تمتاز به من استقرار ووجود لمؤسسات الدولة غلاء مستفحل وطأته أشد على من فيها من النازحين ومعدومي الدخل فبحسب مركز الدراسات والعلام الاقتصادي فإن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في مأرب هي الأعلى على مستوى المحافظات في حين جاءت صنعاء في المرتبة الأخيرة وضع استدعى تدخل السلطة المحلية التي بادرت للاجتماع بالمعنيين بحضور مدير عام شرطة المحافظة العميد عبد الملك المداني في اللقاء الذي رأسه وكيل المحافظة عبد الرب مفتاح أمهلت قيادة المحافظة مكتب الصناعة والتجارة عشرة أيام فقط لضبط المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية وأوزانها في اللقاء أيضا طلب الوكيل مفتاح من مكتب التجارة الرفع بما يلزمهم ليقوموا بدورهم كما ينبغي لحماية المواطن من جشع التجار وليطلع بدوره الرقابي على الأسواق بتسيير حملة ميدانية مشتركة مع الأجهزة الأمنية للتفتيش وضبط المخالفين لمحاسبتهم دون محابات أو تسويف